هل وجود كابتن محمد بركات كان مفاجأة بالنسبة لك؟ يعني كان كل الترشحات بتقول كابتن أحمد حسن أو كابتن عماد مدالي؟ لا هو أنا بس هقولك على حاجة بس الترشحات أنا ما كنتش موجود في الترشحات بالنسبة للجنة الخماسية تمام؟ بالنسبة لكابتن حسام البدري أنا كنت موجود قبل ما جيء اللجنة الخماسية وكان المفروض أن فيه اتنين هما اللي موجودين كنت أنا وحسام غالي قبل وجود اللجنة الخماسية دي خلص يعني أيام موجود في الحديثات القرى ما كانش أتحاد القرى الأسباب هو فكان ما خلاص، فكان whatever ما فيش التاحاد القرى وحوالها وكان المفروض أنه يتم تعيين مدري فني يعني ممكن أيام كان عالذي هو الوصول موجود وكان ووقتها المفروض أنه طبعا قعد التأخير وقتها كان الموضوع ما بين كابتن حسن شاهاته وبين كابتن حسن البدري أيهما كان أنا كنت وأنا ممكن أن أجي معاه وعلى فكرة قموة دي عشان تبقى فاهم أول ما أنا هقولها يمكن أنا حتى لما جيي كان حصل جلسة بينه من الكابتن حسام البدري قبل ما تيجي اللجنة الخماسية دي كان فيه جلسة بينه من الكابتن حسام قلت لكابتن حسام أنا عايز أجي فني أنا مش عايز أجي نواح إدارية خالص وده كان اتفاعي مع كابتن حسام قال لك إيه قال لك إيه لك كابتن حسام ما كانش عنده أي عضائيات فأي حاجة طب ما جبكش إلي ما عندوش اعتراض ده يمكن أفضل بالنسبالي ده يمكن أفضل بالنسبة لنا ده يمكن يعني دي ما يحالة تحد في اللجنة ما كانش عايزك؟ والله أنا معرفش حد في اللجنة ما كانش عايزني ده كنت بسمعه يعني كنت بسمعه طبعا من ناس كتير اني ممكن غير مغوب